اشتركوا في القناة اول واحد تتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس سعد المجرد يوجه رسالة خاصة الى حاكم زياش ابدى الفنان المغربي سعد مجرد اعجابا شديدا بالهدف الذي سجله نجم المنتخب المغربي حاكم زياش في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظره الجنوب افريقي في جوهانسبورغ يوم السبت الماضي وعبر المجرد عن اعجابه في قصة قصيرة نشرها على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام وصف هدف الزياش قائلا هدك البيت ديال زياش رهب عشر ديال بيوتا واشهد المجرد ايضا باللاعب المنتخب المغربي والمدرب وليد ريقراكي قائلا تبارك الله على الاسود احنا معكم ديما ريقراكي اعطاك الله سير 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 تجدر الاشارة الى ان المنتخب المغربي تعرض للهزيمة امام المنتخب الجنوب افريقي في اول مباراة له في التصفيات المؤهل لكأس الامم الافريقية بقيادة المدرب وليد ريقراكي على ارض اتمال ابسكر سيتي بجوهانسبورغ بنتجة هدفين لوحد بلاغون عاجل لن تصدق كم هو الراتب الذي سوى فيحصل عليه حاكم زياش من النصر السعودي بات الدولي المغربي حاكم زياش قريبا من مغادرة نادي الحالي تشيلس الانجليزي نحو نادي النصر السعودي وحسب الصحف الرياضي بين جاكوبس فان زياش في حال انتقاله الى النادي السعودي سيتحصل على راتب سنوي يقدر بال30 مليون يورو واضف المصدر ذاته ان اللاعب المغربي في حال موافقته على العرض المقدم من طرف النصر سيوقع على عقد يمتد لمدة 3 سنوات ويرتبط حاكم زياش بعقد مع نادي الحالي تشيلس الانجليزي الى غاية يونيو 2025 وتمكن من لعب 107 مباراة فقط في مختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وقدمت 13 مررة حاسمة فريقون انجليزي يستهدف التعاقد مع هدف المنتخب المغربي ذكرت تقارر اعلامي بريطانيا ان نادي لونتاون الصاعد حديثا الى الدورة الانجليزية الممتاز يستهدف التعاقد مع المغربي راين ماي مهاجم فرينك فاروش المجاري وذلك في الملكات الصيف القدم وحسب موقع لونتاون تو داي فان المستويات التي قدمها ماي في الموسم الاخير لفتت انظار مسؤول الفرق الانجليزية الذين يسعون الى تعزيز خطهم الهجوم تأهب للاستحقاقات الموسم القادم وخاضر يالمايس 36 مباراة الموسم الفارق سجل فيها 13 هدفا اضافة الى 4 تمريرات حاسمة هذا وتصل القيمة السوق للدولة المغربية في بورطة اللاعبين الى مليوني ومائتين الف يورو حسب موقع ترونسفير ماركت بينما يرتبط مع ناديها المجاري بعقد يمتد لصيف سنة 2025 عملاق انجليزي يصر على التعاقد مع ياسين بونو بات الدولي المغربي ياسين بونو قريبا من حسم مستقبله رفقة نادي اشبيليا الاسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وحسب مصادر اعلامية فان فريق مونشستر يونيتد مصر على التعاقد مع الحريس المغربي ياسين بونو خلال المركات الصيفية وفق لصحيفة ستاديو دي بورتيفو الاسبانيا فان مسؤول مونشستر يونيتد ودعو بونو دي من قائمة الاولويات خلال الانتقالات الصيفية بحكم ان الفريق لايرغب في ان يوصل الاسباني ديفيد دخية كحارس اساسية وكشفت ذات المصادر ان تألق ياسين بونو دي دا مونشستر يونيتد في نصف نهائي دور الاوروبي سنة 2020 لا يزال يتذكره الفريق الانجليزي بعدما كان الحارس المغربي سدا منعا في وجه هاجماتها ويتطلع الشيطان الحمر للتعاقد مع حارس بديل لحارس مرمه دخية الذي ترجع مسواه بشكل كبير مؤخرا وبات يرتكب اخطاء كلفت الفريق نقاطا عديدة في الدورة الانجليزية هذا ونجح ياسين بونو في قيادة اشبيليا لتتويج بلقب الدورة الاوروبي هذا الموسم للمرات التانية في تاريخه مع الفريق الاندلوسي وبات نادرة تألقه يلفت اليه انظار فرق اوروبية عريقة وتتطلع مجموعة من الاندية الاوروبية الى التعاقد مع بونو بفضل تألقه في المواسم الاخير حيث سابق وانذكر التقارير اعلامي ان الحارس المغربي متابع من توتنهام وويستهام ومونشستر يونايتد في الدورة الانجليزية الى جانب اولمبيك مارسيليا من فرنسا وقد تغير وضع بونو في اشبيليا بعد وصول المدرب الجديد خص الويس مندلبار حيث تحول من الحارس الرسمي الى البديل للحارس السربي ماركو ديموتروفيتش ويرتبط بونو بعقد مع اشبيليا حتى صيف عام 2024 والذي شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو ويميل الحارس المغربي للموافقة على الرحيل بعدما رفض عروضا في المركات الشتوية وهو يفضل مساعدة زملائه في اشبيليا على تحقيق البقاء في الدرجة الاولى الاتحاد المغربي يضغط لضم موهبة اتليتكو مادريد والسيميوني كلمة السر يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم ضغطه على فريق اتليتكو مادريد الاسباني من اجل السماح للاعب عبدالله الرحاني بالاندمام الى المعسكر التدريبي للمنتخب الولمبي استعدادا لنهائية بطولة كأس امام افراقية تحت 23 عاما التي يحتضنها المغرب في الفترة الممتدة من 24 يونيو حتى 8 ميليوديوز القادم والمؤهلة الى اولمبياد باريس 2024 وارسل الاتحاد المغربي رسالة عاجلة الى ادارة فريق اتليتكو مادريد وهي الثانية من نوعها يذكره فيها بضرورة تسريح لاعبها الرحاني بهدف المشاركة مع المنتخب الولمبي في هذه البطولة الافراقية وذلك بعدما رفض فريق روخي بلانكوس السمح له بالالتحاق بكاتبة المدرب عصام الشرعي في وقت سابق بدعو حاجته للرحى على اساس ان صاحب التسعة عشر سنة خاد مع المنتخب المغربي للشباب بطولة تولون الفرنسية وبالتالي لا يمكن له ان يشارك في بطولتين دوليتين في وقت قصير نظرا لصغر سنه وكشف مصدر في الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب تحت الثلاثة والعشرين سنة ان رسالة الاتحاد المغربي لكرة القدم تضمنت هذه المرة مجموعة من المزايا والفوائد التي سيستفيد منها اللاعب عبدالله الرحاني في حال مشاركته في بطولة كأس امم افريقيا اتستشكل بنسبة اليه فرصة لزيادة مستوى ليقته البدنية تأهبا للمشاركة في منافسة الدورة الاسبانية الممتازة في الموسم القادم وتبع المصدر النفس حسب موقع العربي الجديد اضافة الى تذكير الاتحاد المغربي فريق اتلتكو مادريد بالقانون الذي يسمح له بالاستفادة من احد ابرز مواهبه المحترفين في اوروبا خلال هذه المصابقة الافريقية المنظمة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا كما ركزت الرسالة ايضا على اهمية مشاركة اللاعب رحاني في بطولتين تشهد حضور المعي النجوم على المستوى الافريقية وهو ما يتيح له فرصة تطوير ادائه الفني والبداني خدمة للمنتخب المغربي وايضا لفريق روخ بلانكوس الذي سينفس على لقب الليجة الموسم القادم واكد المصدر نفسه ان ادارة فريق اتلتكو مادريد احال الطلب الاتحاد المغربي الى المدرب دياجل سيميونيا للبت فيه واتخاذ قرار النهائي بشأن تسريح المهاجم عبدالله الرحاني للاندمام الى المنتخب الولمبي او منعه من ذلك للمرة التانية واليا اشتركوا في القناة